اشتركوا في القناة وقد تتيح الفرصة للشباب لتطوير مهاراتهم الأساسية بطريقة تمكنهم من أحداث الفرق في مجتمعاتهم وقد أعرب طلبة المدرسة عن سعادتهم لإطلاع دوق إدمرا على مهاراتهم القيادية من خلال جولة في ملاعب الرياضة الجديدة بالمدرسة بالإضافة إلى إطلاعه على عدد من الأنشطة الرئيسية من بينها استخدام تقنية الميتافيرس التي تتيح للطلبة التفاعل مع غيرهم من طلبة المدارس حول العالم وقد تحدث الدوق إلى مجموعة من طلاب وأولياء أمور مدرسة سانت كريستوفر حول مشاركتهم في البرنامج على المستوى الذهبي من جانبها أكدت دوريثيا جوربان مديرة مركز عمليات جائزة دوق إدمرا المستقل أن الجائزة تشكل فرصة تحفيزية للمدارس الأخرى وللمؤسسات التعليمية في المملكة من خلال إظهار الأثر الإيجابي للجائزة على الشباب كجزء من خطة التعليم الشاملة في مملكة البحرين وتقدم الجائزة الرائدة التي تم إطلاقها منذ حوالي ثلاثين عاما عبر مؤسستين تعليميتين في مملكة البحرين وهما المدرسة البريطانية وسانت كريستوفر حيث تدعم المؤسستان أكثر من ثلاثمائة وعشرين شابا وشابة بشكل سنوي وتضم جائزة دوق إدمرا الدولية لحوى مائة وستين ألف متطوع في أكثر من مائة وعشرين دولة حيث يستطيع الشباب في الفئة العمرية من الرابع عشر وحتى الرابع والعشرين عاما المشاركة في الجائزة هذا ويشارك في البرنامج حوالي مليون شخص حول العالم في برامج مخصصة لهم من خلال شركاء شباب معتمدين اشتركوا في القناة